بسم الله الرحمن الرحيم فخامة المستشار أولاك شولتس المستشار الاتحادي لألمانيا الاتحادية أصحاب الجلالة والفخامة والسموة السيدات والسادة أود في البداية أن أشكركم على توجودكم هنا اليوم في هذا الاجتماع المهم وأود أيضا أن أخص بالشكر فخامة المستشار أولاك شولتس المستشار الاتحادي لألمانيا على الرئاسة المشتركة لهذه المعدة والتي تتناول أحد أهم القضايا في إطار مواجهة طغير المناخ بل ربما أهمها على الإطلاق وهي الاستثمار في مستقبل الطاقة وبالتحديد في الهيدروجين الأخضر ولعلكم تتفقون معي أن مصطلح الهيدروجين الأخضر ربما بات الأكثر شيوعا واستخداما خلال السنوات القانونة الماضية في سياق الحديث عن التحول نحو الطاقة المتجددة وتقلص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية لا سيما وأن أزمة الطاقة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن قد فرضت علينا جميعا تحديا حقيقيا في تأمين إمدادات الطاقة التي تحتاجها دولنا دون الإخلال بواجباتنا اتجاه مواجهة أزمة المناخ العالمية أو التراجع عن الأهداف التي توفقنا عليها والسياسات الوطنية التي نساهم من خلالها في هذا الجهد وهنا يأتي الهيدروجين الأخضر كحد أبرز الحلول على صعيد التوجه نحو الاقتصاد الأخضر خلال السنوات القادمة بما يمسه من فرصة حقيقية للتنمية الاقتصادية المتوافقة مع مواجهة طغير المناخ ومع هداف اتفاق باريس والحقيقة أن الكثير من الدول قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطواته جادة في هذا الاتجاه سواء من خلال سياغة سياسات وطنية للهيدروجين أو من خلال وضع أهداف زمنية طموحة للانتقال التدريجي للهيدروجين الأخضر كنظر رئيسي للطاقة إما من خلال الانتاج المحلي أو الاستيراد من الخارج أو كليهما ولقد كانت مصر من أولى هذه الدول التي أدركت مبكرا الفرص المتاحة في هذا المجال استنادا إلى إمكانيتها الهائلة في إنتاج الطاقة النظيفة والتي ستمكنها من التحول إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المدائن المتوسط والبعيد وفي إطار الترجمة العملية لذلك وكمثال حي على مبدأ التنفيذ الذي نجتمع اليوم تحت مظلاته أقوم اليوم مع فخامة رئيس وزراء المنويج بإطلاق المرحلة الأولى لمشروع إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات في العين السخنة والذي يعد نموزجا عمليا للشراكة الاستثمارية المحفزة للتنمية الاقتصادية المستدامة ونتي ترتكز إلى جانب دور الحكومات على القطاع الخاص الوطني والأجنبي للعمل يدا بيد في هذا القطاع المسمر وستطاح لنا الفرصة اليوم للتعرف على كاف الجانب هذا المشروع من الشركات المنفذة ناو ونتي تشارك معنا في هذا الحوار أصحاب الجنالة والفخامة والسمو السيدات والسادة أنا وإنقر التفقر على أن الصراحة والمكاشفة هما السبيلان الوحيدان نحو الملي قدما بشكل متسق نحو أهدافنا المشتركة فاسمحوا لي أن أنقل لكم بعد ما يصير قلقنا هنا في مصر وفي غيرها من الدول النامية الصديقة أولا على الرغم من الفرص التي يتحوها قطاع الهيدرجين والجانب ترجمتها بالفعل إلى مشروعات في الكثير من الدول ووفقا لمكانة الدولية للطاقة فإن نصيب الدول النامية من هذه المشروعات المقترحة لم يتجاوز سوى مشروعين من ضمن نحو 680 مشروعا مقترحا في مجال الهيدرجين الأخضر على مستوى العالم ومن ثم يظهر جليا أن الدول النامية تظل أقل قدرة على الاستفادة من الفرص التي يمثلها التحول نحو الهيدرجين الأخضر بخطة متسارعة وذلك لضعف قدرتها التكنولوجية في هذا المجال الجديد وغياب البنية التحتية اللازمة لنقل وتخزين وخلق سلاسل الإنداد اللازمة للتجارة الأمنة وكذلك لضعف تدفقات التمويل والاستثمارات الموجهة إليها على نحو مستدام ثانيا أنه حتى في الحالات القليلة أنها تستطيع فيها الدول النامية أن تخطو خطوات ثابتة في هذا المجال كمصر على سبيل المثال يظل عليها مواجهة التحدي الناجم عن توجه بعض الدول لدعم منتج الهيدرجين الأخضر المحليين على نحو المخفض من تكلفة إنتاجهم وهو الأمر الذي يتسبب في إحداث الخمل بالسوق العالمي للهيدرجين ويساهم في إضعاف تنافسية الهيدرجين الأخضر المنتج بالدول النامية مقارنة بنظره من الدول المتقدمة وهنا يضاف إلى التحديات الفنية المرتبطة بالمعايير والاشتراطات الخاصة بتجارة الهيدرجين وتحديد مصادره والتي يتعين أن تتسم بالمرونة مع الحفاظ على مبادئ الشفافية أصحاب الجنانة والفخامة والسمو السيدات والسادة إنما يدعوني إلى طرح هذه الشعورة اللي عليكم هو ثقتي فأن حوارينا اليوم لابد أن يخرب خطوات تنفيذية واضحة نتوافق عليها جميعا تصل بنا إلى أئليات وحلول ناجعة تتعونا نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في تحول الطاقة من هذا المنطلق واتساقل مع مبدأ التنفيذ لازم نركز عليه في هذه الكمة اسمحوا لي أن أعلم من هنا عن مبادرة دديدة عملت مصر عليها مصر عملت عليها مصر وبلجيكا خلال الأشهر الماضية بالتنسيق مع عدد من الشركاء حيث يسعدني اليوم وبالشراكة مع فخامة السيد أليساندر ديكرور رئيس وزراء بلجيكا أن نعلن عن إطلاق مبادرة المنتدى العالمي للهيدرجين المتجدد والتي تهدف إلى إنشاء منصة دائمة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للهيدرجين ومع القطاع الخاص والمنظمات ومؤسسات التوميل العاملة في هذا المجال بغرض تنسيق السياسات والإجراءات وخلق ممرات للتجارة والاستثمار في الهيدرجين بما يساهم في الإسراع من وطيرة الانتقال العادل الذي نصبوا إليه جميعا ختاما وفي ضوء هذه المائدة أن هذه المائدة تجمع بعض كبريات الدول المنتجة والمستهلكة للهيدرجين ورؤساء المنظمات والشركات العاملة في هذا القطاع فأنني أتطلع إلى نقاش هادث ومثمر وبناء لاستمع فيه إلى التوجهات والأراء المختلفة وتتعرف من خلاله على أفضل الممارسات والخبرات المتراكمة وأنني لعلى ثقة أننا سنخرج اليوم أكثر فهما لطبيعة المسألة وأكثر وعيا بحجم العمل الذي يتعين علينا القيام به في هذا الإطار لتحقيق ما نطمح إليه أشكركم وأتطلع إلى حديثنا الممتد